القرارات الـ 22 قرار الخارجين من مجلس الأعلى الاستثمار قرارات كلها مشجعة وحفزة المستثمرين لكن أنا النهاردة مش محتاج تحفيز أنا محتاج سياسة واضحة واستراتيجية واضحة الاقتصاد والاستثمار الملف ده مش حتى الاستثمار لوحده معلش هو الاقتصاد بشكل شامل أنا النهاردة ودي مثلا شرحناها في الحوار الوطني قلنا أن الحوار الوطني به تمان لجان اقتصادي في المحور الاقتصادي التمن لجان قد تخرج النهاردة بتوسيات متعارضة مع بعضها لأن مثلا لجنة السياسات المالية هتقول والله أنا محتاج عشان عجز الموازنة أزود الضرائب وزود الحصيلة الضربية تيجي لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي تقول والله عشان حفظ الاستثمار محتاج حبة تسهيلات وإعفاءات وتقليل للضرائب فهنا المعرض فالسياسة الاقتصادية سياسة متكاملة لازم ده يقعب مع ده يقعب مع ده ونشوف الدولة المصرية تحتاج إيه منه في المرحلة المقبلة كسياسة اقتصادية ورؤية واحدة نشتغل عليها نبدأها بقى من عشرين اربعة وعشرين لعشرين اربعة وثلاثين عشرين اربعين مش مشكلة بس نبقى عندنا رؤية إحنا رايحين فين لأن النهاردة اللي ما تتكلم في نمازج الدول التنفسية وده موضوع مهم جدا بتلاقي كل دولة النهاردة بدأت الملف ده عارفة توجهها آه عندها زراعة وصناعة وعندها تنوع لكن هي في ملف هتاخده وتجري به شوي عشان تبدأ تتميز وكمان الاستثمار كان وضع تغير كان المستثمر يدخل يعمل سيرشنج على كل الدول ويشوف الفرص الاستثمارية النهاردة لأ الدولة هي اللي بتروح للمستثمر اللي بتترجته او بتستهدفه بتقول له تعالى انا هوفل لك وهوفل لك في الاراضي وهوفل لك في الدرائب وهوفل لك في التأمينات وعايز بقى نقل التكنولوجيا دي عشان تشتغل معي عشان كدولة شايفة نفسي في المكان ده في مرحلة تانية هي دي الفروق النهاردة في لغة الحوار ولغة الحوار بتاعت المستثمرين احنا النهاردة ليه بنطالب وزير استثمار عشان يبقى حد عنده هذه اللغة والتعامل مع المستثمر بشكل واضح ويقدر النهاردة يبقى فيه تقييمات ليه هو النهاردة في معدل التنفسية مصر وضعها ايه وترتيبها ايه هاي النهاردة في تشجيع الاستثمار وبيت الاستثمار ووضعينا ايه الوزير بقى ده نحاسبه ازاي لا ما انت لو بتاعلى تدريب ترتيب مصر وعدد الاستثمار انا النهاردة لا اقتنع ان حد يقول ليه مصر كان مثلا وضع الاستثمار فيها عشرة مليار دولار وزاد ليه عشرين مليار ممتاز قارنني بقى بجنوب افريقيا قارنني بالمغرب قارنني بالسعودية قارنني ببعض الدول اللي حوالينا عشان اعرف حجم الزيادة في هذي الدول قد ايه وعملوا ايه عشان يتفوقوا في هزا الملف حتى بعض الدول الافريقية كيا كينيا او يعني كتير من الدول الافريقية اللي شغالة بشكل كويس جدا دي الجزئية اللي بتكلم فيها معاك على التنافسية المستثمي بيجي بص هنا ويشوف الفرصة هنا ايه والفرصة هنا ايه وفرصة هنا ايه ودي الحاجات اللي احنا بنحتاجها تبقى في تخططنا في المرحلة المقبلة اعتقد ان الموضوع بقى مرح ان يبقى عندنا اهتمام بملف الاستثمار بشكل تكاملي لان مش هينجح ملوف الاستثمار انت النهاردة لو ما بقاشت عارف السياسة النقدية وضعها ايه ولا السياسة المالية وضعها ايه ولا تخطيط الدولة هي رايحة فين مفيش حد هينجح في الاستثمار لكن الاستثمار بيبنى على اتاحة المعلومة وعلى الثقة ورؤية مستقبلية ده الشكل ورح طيب ده كلام كويس جدا انا النهاردة لما اجي اقول والله انا جزء من مشاكلي هي انه مفيش زي ما قلت كده مفيش مستثمر من بره هيجي يدخل يستثمر جوه طول من عندي سعرين للدولار انت في رأيك ايه اللي ممكن يحقق توحيد السعر افتكر 2016 الاجابة سهلة افتكر 2016 كان عندنا سعرين نوفمبر 2016 بو ساعتها عملت تحقيق السعر كان عندنا سعرين وكان الموضوع اصعب بكثير لان كان خلاص بقى لا احد يتوقع ان يحصل حل لهذه المشكلة ودولة بحجم مصر عندها قدرة فيهم وانا بقولك وانا اثق فيما اقوله ان ده كله ينتهي لكن النهاردة يجب ان تنهيه بطريقة صحيحة لان انت عندك ضغوط كبيرة جدا عليك كبنك مركزي والتزامات مالية كبيرة جدا والنهاردة اللي بنتكلم لو الدولار موجود في البيوت يبقى انت عندك مشكلة طول ما الدولار موجود في البيوت والناس بتحوش الدولار في البيت يبقى انت عندك مشكلة كبيرة ايه الاليات؟ فيه الاليات اعتقد ان المسؤولين على السياسة النقدية في البنك المركزي قادرين على التعامل مع هذا الملف بشكل كبير جدا لأن تعاملوا مع هذا الملف ودولة المصرية تعاملت مع الأصعب منه 2016 وخطة الإصلاح الاقتصادي والتعويم والوضع بتاعه هتقول لي طب انت كده بترمي ان انت عايز تعويم تاني لا بالعكس لأن النهاردة الوفرة في الدولار موجودة في السوق المصري حضرتك النهاردة لما بتتبع عايز دولار بتجيبه بقى بكام دي مشكلة تانية فهي المشكلة انه هو متوافر لكن سعره ايه في السوق وهلا هنجيبه في السوق ده طب ما سلو السودا بيطلع وبينزل على حسب التصرحات والرؤى يعني هديك في مراحل كان هناك أخبار وإشاعاب بتقول ان بعد مثلا العيد اللي فات هيحصل تعويم جديد فكان السعر بيطلع بشكل مبالغ فيه لما ده ما حصلش وخرجت تصرحات رئيس الوزراء وخرجت استقرار من البنك المركزي وسبات وزيادة في الصدرات المصرية وزيادة في إرداد قناة السويس والسياحة كل ده قلل وطئة ارتفاع السعر في السوق السودا بس قلل تحولات المصريين في الخارج اللي قلت ليه لأنه هو النهاردة ماسك على الفلوس مش عايز يحول لأهله هنا عايز يحقق أكبر استفادة أنه هو بيطعم فعايز يحقق أكبر استفادة فبيستنى بيحاول بقى بطرق مختلفة تانية وده مش فاي فاي درد